سلام عليكم حبيبات ديالي كنتم بنا تكونوا باخير وفي احسن الاحوال ياربي انتم ما كتشاهدوا هالفيديو اللي غدا نشاركوا معكم في كيف مما شاهدتوا معي هاد الصندويتشات اللي كيجيوا رائعين اه خفافي مزاف اه هاد العجين اللي صراحة عندي معتمد اه كتعرفوا ده باحنا في فصل الصيف كنحتاجوا بحال هاد الصندويتشات السريعة اه وامكلكم تحضروا يعني هاد الخبيزات وحتفظوا بهم ومني تحتاجوا هكا تجبدوهم اه تخنوهم وتعمرهم دك شي اللي بغيتو وقبل ما غدا ندوز معكم بطريقة تحضير غا مغير شكركم كاملين لبنات الوفيات اللي دائما معي في القناة كيسان دوني شكرا لكم بزدفع حبات ديالي كنتم من هاد فيديو يعجبكم وغادي نبدو على بركة الله بطريقة تحضير عندي هناية 800 جرام ديال الدقيق الابيض اه ليز تعلية لسد المعالقة ديال الناشا ديال الدورة لي اختياري يمكن لكم تستغنوا علي ما بغيتوش تضيفوه ما تضيفوش وكذلك عندي معالقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز مواما البنات غدا ندكر معاكم جميع المقادر وكذلك غدا نضيف الملحة ومعالقة ونص ديال السكر حبيبات دات المالعقة واناس ديال السكر صافيحنا البنات غدا ندع كل شي هاد المكونات هادي غدا نضيفوهم في العجانة وغادي نعجنهم بالماء والحليب مخلطين يعني برور اللي يكونوا دافين طبعا وغادي نضيف حكب الشوية ديال ذاك الحليب ذاك خريط الحليب والماء غير بالتدريج ضفت آآ فاضل مرحلة لالبنات ضفت آآ بيضة كاملة يعني آآ كديروا بيضة وحدة مع العجينة من بعد الماء كتبضوا توضعو في ذاك الحليب والماء كديروا بيضة لالبنات ما تنساوهاش آآ غدا نضيف هنا في الاخير يعني مني جمعة لي العجينة غدا نضيف مياه وخمسين قرام ديال الزبدة اللي تكون بحرقة الغرفة يعني تكونوا آآ مني تكونوا موجد بغين توجدوا هاد الخبيزات جبدوها من قبل لاحظوا معي لبنات العجينة العجينة راه هي آآ كدلتسق في اليدين يعني ضروري انكم تخليوها الشكل ديال رفحال هاكا آآ صافي في هاد المرحلة غدا نغطيها وكتخليوها تخمر لمدة ديال 35 دقيقة حتى الاربعين صافي مبعد ما كتعجلوا العجينة كتكون خفيفة بزاف كيف ماشتو خفيفة آآ بزاف يعني مخصتش كون باسحا نهائيا باش يجيكم زوينين صافي مبعد ما خملات العجينة آآ كتاخذو آآ شوية ديال الطحين وكترشو ترشو فوق الطاولة او لفوق سطح العمل بس اللي هتخدموا فيها غدا تقسموا العجينة ديالكم القسمين او اللا يمكن لكم تديروها شكل واحد انا صارحة كنت غدا نديرهم كاملين صندويتشات وحدين يعني بالتجاج لكن فكرت قلت علش الله ما غاداش نقسمهم يعني الحك على جوج ديالانواع وندير شوية الكفتة وشوية ديالتجاج ويكون هكا داك شي متنوع اه بالنسبة للبنات بالنسبة للطحين كان اعتادر كان اعتادر راني مدرج ستمية ستمية قرام فقط طحين ولي غلط فيه راني دارت تقريبا اه تمنميات قرام ديال الطحين وانتو مع الحسب النوعية ديال الطحين اللي عندكم ماشي ستمية البنات كان اعتادر مرة اخرى فقط غلط يعني ما انتابهتش لكن مني تفكرت انني درجوش ديالانواع ميمكنش انا درتهم ستمية قرام عدا باش فكرت باللي غلط وكان اعتادر مرة اخرى يعني غادي انتو ما تديرو على حسب نوعية ديال الطحين اللي عندكم لحي تشكين انواع ديال الطحين كتشرب انا بالنسبة لها الطحين هادا راح طحين عادي ماشي اللي خاص بالحلويات انتو ما اللي لم توفر عندكم الطحين اللي خاص بالحلويات ديروه راتوا كي يجي زوين واكيدة كي يجي احسن لكنها دحتها وجه زوين صافي كيف مكتلكم البنات انا هنراني تنادم معي هالحاس صافي قلت غدا نقسمهم نديرهم الخبز ديال بيرجر صافي قسمت هاد الكورات ديال العجيب قسمتهم على جور يعني كل الكورة قسمت على يعني اه لنصفين صافي وغادا نقدم هاكا بشكل عادي وغادا نحطهم في اللعطة اللي اه باش يخمروا اللي غدا ندخلهم الفرن ودعبا بعد ما قديتهم ما كتخليهمش حتى كي يخمروا غدا مباشرة نبدأ اه يعني كتتترسيهم هاكا با كنوريكم شتال بنات راه يصاب بمزيان صافي قدو اه تشرطوا فيهم هاكا بشي بشي سكين ليكون عندكم حاد كتديرهم الشكل اللي بغيتو وهنا عندي شوية ديال اه تقريبا ملعقة كبيرة ديال ديال الحليب زائد اه اصفر البيض درت معاه اه جوج قطرات ديال الخل اه راكوا عارفين يعني الريحة ديال البيض باش ما توقعاش مجهدة صافي كي يجي هده وشكل ديال لما البنات راني كما ما قلت لكم راهم ما خامرين شنا مرحلة الاختيمة الباقة خليتم تقريبا عشرين دقيقة اه خطو يعني باش يخمروا صافي غدا نرشهم بشوية ديال بضور الخشخاش وشوية ديال زنجلان كي بقى حسب الضوقة لحسب المتوفر طبعا كي يجيوا زوين هنا البنات هادو كي نفعو راهم كلكم ما تعمروهم ش يعني غي تصيبوهم وتخليوهم اه في تلاجة اه حكا تستعملهم اصبوع كامل مع الوليدات ديالكم ما تخليم ش يفوتو اصبوع كتعرفوا يعني بالنسبة للحجين مخصكم ش خليهم مدة طويلة وانا صارحة ما كيعجبنيش هالبنات اني نخزن يعني الخوبز وهدف تلاجة كيعجبنين صيب دكشي كونترين صارحة البنات هي هادي اه انا ما نصحكمش خواه وراه كي يخليو يعني الناس اللي يكون في العون يعني بنسبة للسيدات اللي ختمين اكيد را ما عندهم مش الحلوة لكن نصيحة البنات ما تخليوش خوز يعني في المجمد او هذا اه اه تابع ناس حادي هالكم مصافره كو عارفين ده باش نكاين وخحنا يعني في عصر الصرعة خصنا دائما دكشي كوننا لكن ما دناش ما نديرو دار خصنا نفكرو عاود بصحتنا بنسبة للسيدات اللي ما ختميش اكيد را حجني عجني دكشي كونتر يا لاش الله احنا بما انك نجول دار كان بقاو قاسين عمر وقتنا نشي مشكيل على حساب صحتنا وصحة ولداتنا خصنا شوية ناخدو شوية من وقت ديانا كيف ما كتشوفو اخيتي البطاطة حكيتها مزيان مزيان رقيتها شوية دي الملحة ضروري يا البنات انا كنتر قدو ملحة باش تحيدو من دك الدواء كتاخدو سكين اللي يكون حاد وكتوقو تقطو هكا بالفوق يعني حسب دك العود يعني ما كت ضروري انكم اللي تكونوا تدورو توصلو لدك العود باش هكا يعني من اللي تحلوها تطلق ليكم يعني ما تكونش بستودني راك عرفو البطاطة الى ما الى ما فلحتوها شمزيان غدا تترز ليكم وما تقاش كل ديالة هكاك وصافي دهنتا بشوية رشيت عليها شوية ديال معالقة ديال الصغيرة ديال الملحة وزيت عليها شوية ديال زيت زيتون صافي ودخلتها للفرن يمكن لكم ترشوها بشوية زعتري لو بغيتو اول شوية ديال الفلفل اسود كذلك صافي ودخلو هالفران اللي يكون شعر على ميتين واربعين دراجة على حسب الفرن ديال كل سيدة كتخليوها الطيب تقريبا لمدة من خمسة وعشرين حتى ثلاثين دقيق صافي دهبا غدا نحضر الحشوة ديال الدجاج كتاخدوا المقلة ديالكم وكتدلوا فيها ربع كاس ديال زيت زيت زيتون اولى الزيت الآخر العادي كتوضعوا الدجاج بالنسبة للدجاج للبنات هنا ما عندي شي كمية لكتيرة تقريبا هنا عندي شي خمسمائة كرام يمكن ديال الدجاج يعني ماشي بزاف زيت عليها بصلة بشلدة يعني شرائط بالنسبة للبصلة لبنات ما تخافوش نبدل المقلة لان هذا المقلة هذي كتتحمر ليدجاج مزيان وكي يعجبني كي يجيني بحلم شوي ازيت عليها البصلة وزيت عليها شوية ديال الفلفلة وشوية ديال قصبر ومعد نوس وبالنسبة التوابل وضعت فقط الفلفل السود الملحة وشوية ديال الفلفل احمر بودرة ممكن لكم ديروا الحلو او للحار على حسب انتوما شنو كاتبغيو صافي دبا غدا نحضر واحد الصوس اللي كي يجي الليد بزاف ترافقوا به الطاطة ديالكم اخذت كاثرونة ووضعت فيها شوية ديال الزيت وغدا نضيف فيها بصلة حمراء اولا بيضاء لحسب المتوفر الحمراء كتجيزوينة قطعتها رقيق وضعتها على النار حتى اددت تحمر شي شوية ومبعد ما خليت البصلة كالتحمر غدا ندوز دبا باش نحضر الكفتة اللي غدا دي يعني شكل ديال بورجر اللي ساعة اهلتي وبسيطة طريقة تحضر ديال عندي هنا شوية ديال قصبر قصبر مطحون وشوية ديال الفلفل احمر بودرة وعندي خمسمائة جرام ديال كفتة غدا ندير شوية ديال الفلفل الاسود والملح طبعا كيبقى لحسب آآ الضوق وغدا نضيف آآ شوية عفوا نضيف بيضة غدا نضيف آآ بيضة كاملة وكندير الخردة للبنات او المطارد اللي كي يجيزوين بزافة البنات كي يعطيها واحد المدق رائع في الكفتة لما عمركم جربته وجربوه راه كي يجيزوين وكذلك القصبرية يعني القصبرية يعني قصبرية متحورة كي يجيزوين مع الحم يعني كيتواتها معه درت فقط ملعقة صغيرة تكون عامرة ديال لمطعة وصفي غدا نزيد عليها الشابلير او الخبز محمص قد تقريبا تسدين مع الكبارين موسيقى موسيقى ترجمة نانسياتي موسيقى ترجمة نانسياتي و Major 흥 техنت ترجمة نانسياتي نحن تسل affairs وكيفما تشوفوا البنايات طريقة سهلة وبسيطة يعني باش يخرجوا لكم بشكل ديال بيرجر اللي كيتباع في المحلات انا هنا لبنات بما كانش عندي الوقت موقش نقدم نزيان ونضغطو هذا واستعملت فقط هاد القرص الدائري ديال البلاستيك طريقة سهلة وبسيطة كتاخدوا ورق زبدة كتقطعوها لشكل مربعات يكونوا صغارين حسب القرص الدائري اللي عندكم كتتقطعو عليه صافي وكتاخدوها كتغطبو الملعقة طريقة سهلة وبسيطة وهديك الجهة اللي كتكون في الاسفل كتكون قادمة مني كتكونوا تقعدوا فيها هي اللي كتديروها الفوق وكترجعو الاخرى في الاسفل كيجيكم زوين ومقاد بحشكل اللي كيتباع عند الجزار طريقة اللي بسيطين كلكم نديرون تماء شوية اولا تديروه في اعلى ديال البانيني انا صراحة اه كوشي عندي هنا خصنين زرب اكو عارفين يعني دابا ما كين غيجري علي ينجري لك درتهم شوية ديال الزيت زيتون ديال الطياب صافيك نغطي عليهم باش يدخلهم الطياب من داخل لان هاد البرجر احتش في البيض رغم ما كيبقاش للحم ديالو من الداخل الخضر وخاكي بليكم هاكا كغليب راكي طيب بسرعة من الداخل هنا بالنسبة لهاد السوس راني زيتعليه الكريمة ميتين وخمسين جرام ديال الكريمة ديال الطياب وزيتعليها شوية ديال ملحة وشوية ديال فلفل اسفد اعفونا الاسود وزيتعليها شوية ديال الزيتار اللي كيبقى ختيار يعني يكليكم استغناءوا عليه صافيك لاحظوا معي لبنات الخفز ديال البرجر كيف ارجع كيجي خفيف بزاف وانا لبنات ما كنش نويا نديرو كيف ما قلت لكم في اللويل كنتنا واندير غرس واندويتشات عاديين بالدجاج قلت علاش الله وفي عنا صدق فكرة اللي زوينة بزر يعني اولا ديك يعجبهم البرجر صافي دهنتوا بشوية ديال مايوناز ويمكن لكم تديروا اي سوس انتم ما كتبغيوه او لكيبغيوه ليداتكم وفرشت الاوراق ديال الخاص اولا يمكن لكم تكتافيه باقي فقط طب الطماطم مع الباصل والحم يعني ان كلكم تستغنوا مثلا على الجبن انا هنا لبنات ما استعملش الجبن درت فقط بهاتشكل هذا انتم ما الى كنتو من محبين الجبن ان كلكم تضيفوه طبعا لان البرجر كدار بالجبن انا ما درتوش اوكي جيو هادو هما الصندويتشات اللي حدرت اليوم وهدي هي الطاطم بان ما طلعتها من الفرن كجيز زوينة بزاف طريقة اللي سهلة و بسيطة اه فقط انكم نسيقوا طيبوها وغسلوها مزيان ورقدوها في ديال ملحة باش تحايدوا منها اه كيف مما اكتلكم نزيد نعاود نقولها مرة اخرى اه دولي اه كسكون مرشوشا بي يعني نحاولو نقصو من النوال والقليل مهم خسطروا لانكم ديروا هاد مرحلة للبنات وديروا كدلك شوي هاد الخل اللي بغيتو الملحة ولا الخل اولا ديروا فقط الملحة راها كافية اه صفي كيجو هادو هما الصندويتشات البنات ديال الدجاج اللي كيجو رائعين وزويني ديك اللي بصلة محمرة مع دك اه في حل مهم الدجاج هذا في حل ديال الشوارمة تماما اغير المقلة اللي تستعملونا كيف ماشتوني في الفيديو راني بدلت المقلة انا صراحة هذيك المقلة الغارقة ما كترش ليها الدجاج محمر كيفما هذيك المقلة اللي شفتوا معي ديال الطيفال كاتترجع الدجاج بحل ديال يعني مشوي وهذي الطاطا مبعد ما طابتها هي كيفما كتشوفوا شكل ديالها جاد زوينة بزاف غادة اه ندير لها هاد الصوص هادا اللي حدات معكم ديال البصلة الحمرة اولى البصلة البيضة اللي بغيتوا تديروه مع شوية ديال الكريمة اني كتجي زوينة بزاف مع دك شوية ديال الفلفل اسود وشوية ديال الزعتر لكي اعطيها واحد من نسمة زوينة واللي ما كيبغوش الزعتر كيفما كتلكم حاولوا انكم اه تستغنوا عليه مما كنش مشكل اطباق اللي كيجي زوينة بزاف وشي حاجة اللي كتاكلوه هي الطرية وحسن من ديال الزنقة طبعا لانا كتكوني عارفة شنو كتاكله وشي حاجة اللي تكوني مصايبها بيدك ماشي في الحاجة اللي تكوني اه واكلها على بره ومع فشنو كتاكله خاصة انت بفد فد الوقت هذا اه اختيت هنا شامبينيون وحمرته شوية ديال الزيت اولا شوية ديال الزبدة بلتع مع الشيشة ديال الملحة وشوية ديال فلفل اسود خليتو حتى يعني دبال سوف يزينت بها تشكل هذا وشوية ديال فلفل ما الفوق وهدي كلبطاطة كاملة اخويت على هذا كصوص يعني وزعتو علي من الداخل اللي علها وزينتها بباب شامبينيون وكيجيو هادو هما الصندويتشات ديالنا اللي حضرنا اللي ساهلين وبساط وهنا راني وريدكم واحد يعني لو بغيتوا تديروا معه الجبن راهيم كلكم تضيفو معه الصندويتشات ديال الجاج ديروا معهم الجبن اختياري الحساب انتوما واشنو بعيدو وصافي كيجيو هادو هادو هما الاطباق زوينين وساهلين والداد اكيد غادي يفرحوكم ويفرحو ليداتكم والاهم ان هاد الوصفة هادو ساهلة وبسيطة هم ما كتطلبش الوقت اللي بنات مثلا انك انتو معيانين يعني ما يمكنش لك مثلا انت عجني في النهار وتعمري هادشي في النهار عجنوهم بالليل وهاكي بقى لكم الوقت يعني في الغد فيه يعني تديروا هذك العمارة وهذا وحتش اللي ضع ولا تديروا معه شي شربة هرا هكا تجي رائع وكذلك تديروا محتى الوليدات لندراسة علاش الله ونغزلت ديالي غا يكون سالة الفيديو وعنقول لكم شكرا على المشاهدة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة